فيلمنا النهاردة بيبدأ بسيارة السباق المشهورة برق بنزين وهو في حلبة سباق السيارات وبنشوفه هو بيعدي ما بين المتسابين بمهارة شديدة وبيمشي على الجدار وبيجري بسرعة لحد لما بيبقى المركز الثالث وبيبقى قدامه لكانج المركز الأول وتاكس المركز الثاني وبنسمع صوت المعلق اللي بيقول إن الثلاث عربيات متعدلين في نقاط الموسم ده وإن اللي هيكسب فيهم السباق ده هيفوز بكاس البستون وده بيبقى أعظم كاس في تاريخ سباق السيارات وبنرجع للسباق وبنشوف بنزين وهو بيعدي من تاكس وبيستفزه فبيكرر تاكس أن يخبطه وبيخليه يفقد السيطرة ويخرج من حلبة السباق لكن بنزين بعدها بيرجع للحلبة من تاني وبيبقى المركز الأخير وساعتها بيخبط تاكس في عربيات السباق التانية علشان يخبطوا كلهم في بعض ويعطلوا بنزين ولما بتخبط كل العربيات بيبقى مستحيل أي عربية تعدي من غير ما تخبط فيهم لكن بنزين بيجري بسرعة وبيعدي من كل المتسابقين من غير ما يخبط في أي عربية وكمان بينط من فوق عربية وبيتصير في الهوى بيرجع للمركز التاني وبيشجعه كل الجمهور وبيرفض بنزين أنه هو يروح لمركز السيونة ويغير الكويتش علشان يقدر يوصل لتاكس والكينج اللي بيبقى وقتها بيغير الكويتش بتاعهم وبتبدأ الجولة التانية وبيرجع كل المتسابقين للحلبة وبيبقى بنزين في المقدمة وبيجري بسرعة وبيروح لمركز السيونة وبيحط بنزين وبيرفض يغير الكويتش بتاعه وبيرجع للحلبة وبيبقى برق سابق كل المتسابقين وكمان بتبقى دي اخر جودة للي هيكسب السباق وقبل ما يوصل برق للنهاية الكويتش بتاعه اللي ورا بيفرقع وساعتها بيجري الكنج وتاكس بسرعة علشان يوصلوله وبيقربوا من بنزين وبيعدوا هم التلاتة خط النهاية في نفس اللحظة وبيفرح كل الجمهور وبيشجعوا بنزين اللي بيقى فرحون جدا علشان بيبقى فاكر انه المركز الاول وبيتدايق فريق السيونة من بنزين لانه مخروره بيعملهم بطريقة وحشة جدا وبيروح الكنج البنزين وبيشجعه بيقوله انه متسابق سريع جدا وموهوب بس الموهبة والسرعة لوحدهم ماينفعوش وبينصحوا انه هو يشوف مدرب وفريق السيونة لانه عمره ما هيكمل السباق لوحده لكن بنزين ما بيبقاش مركز معاه وبيتخيل انه كسب السباق وانه بقى عنده شركة موتوركل مشهورة وانها هتكون رعية ليه وبيجي وقت اعلان النتيجة وبيتصد البنزين لما بيعرف انه تعادل مع الكنجو تاكس وانهم بكده هيعملوا سباق ما بينهم هم التلاتة والسباق ده هيبقى بعد اسبوع في ولاية كاليفورنيا وبكده اللي هيكسب منهم هياخد كاس البستون وبيروح بنزين يقابل جاز عربية النقل المسؤولة عن نقله واللي بيقوله انه لازم يعمل دعاية للرعي بتاعه فبيروح بنزين وهو متضايق انه هيعلن عن منتج ازالة صادة العربيات القديمة وبيركب بنزين المقطورة اللي بيصحبها جاز علشان يروحوا لكاليفورنيا وفي الطريق بيتصل مدير اعمال بنزينه بيهنيه على السباق الاخير وبيعرفوا انه ليه 20 تذكرة مجانية للسباق اللي جاي ممكن يوزعهم على صحابه وبنعرف ساعتها ان بنزين ما عندوش صحابه علشان يديهم التذاكر دي وبيطلب بنزين من جاز ما يريحش في الطريق علشان يبقى اول متسابق يوصل الحلبة وبالليل بينام بنزين وبيسيب جاز اللي بينام هو كمان وهو سايق وبتيجي اربع عربيات اشقية وبيشغلوا موسيقى هادية الجاز علشان ينايموه وبيزقول بعضه وبيتريقوا عليه وبيفضلوا يهزوا المقطورة اللي تتفتح وبيقع منها بنزين ولما بيصحب بعدها بنزين بيلاقي نفسه وسط عربيات كثيرة جدا على الطريق السريع فبيحاول يتفادى العربيات دي وبيجري بسرعة وراء عربيات النقلة علشان يرجع لجاز وبيخش بعدها من طرق جانبية وبيجري وراء عربية نقلة على اساس انها جاز وبيفضل يجري وراء العربية ولما بيوصل لها بيتفاجئ انها مش جاز فبيلف بنزين وبيدخل من طريق تاني علشان يرجع للطريق السريع وبتشوفه عربية الشرطة وهو بيجري بسرعة وبتروح وراءه بتبقى عربية قديمة وسطها علي قوي فبيفتكر بنزين إن عربية الشرطة بتضرب عليه نار فبيحاول يهرب منها لحد لما بيوصل لقرية على الطريق وبيخبط في أسلاك الكهرباء وبيخلقها من مكانها وبيجري بيها وبيدمر القرية كلها لما الأسلاك دي بتتعلق في تمثاله وبتخلقه من مكانه وبيدمر الطريق وبيبوزه ولما بيحاول بنزين إنه يهرب بيتعلق في أسلاك الكهرباء وبييجي الشرطة وبيقبض على بنزين اللي ما بيبقاش قدر يتحرك وبنروح لجزة اللي بيوصل للحلبة وبيتصدم هو وكل الصحفيين لما بيعرفوا إن بنزين مش موجود في المقتورة وبينتشر الخبر في كل مكان وبيتكلم عنه كل المزيعين ولما بيفوق بنزين بيبقى متضيق لإنه متكلبش ومحبوس وبيجي ماطم العربية المسؤول عن حراسته اللي بيعرفوا إنه هيتحاكم لإنه بقى وسطرق الكارية بتاعتهم اللي اسمها نبع الرداتير لكن بنزين ما بيبقاش مهتم بكلامه وبيقوله إنه هو لازم يوصل لكاليفورنيا في أسرع وقته علشان يلحق السباق بتاعه وبعدها بيسحب ماطم بنزين علشان يودول المحكمة وهناك كل أهل القرية بيرفعوا قضايا على بنزين لأنه دمر شغلهم وكمان بوز الطريق بتاعهم وبيدخل القاضي داكو اللي مسؤول عن القرية واللي بيبقى متضيق جدا من العربية لبوزت الطريق لكنه لما بيشوف بنزين بيطلب من الشرطة تتردوا من القرية بتاعتهم لأنه عربية سباق ملهاش أي لازمة لكن فجأة بتيجي عربية اسمها سالي وبتقول لأهل القرية إن لو الطريق بتاعهم ما تصلحش أكيد ما فيش زوار هيعدوا على القرية بتاعتهم وبتطلب سالي من القاضي داكو إنه ما يخلوش يمشي لأنه لازم يصلح الطريق اللي هو بوزه وبيفضل بنزين يشرح لهم إنه عربية سباق مشهورة وإنه عنده سباق مهم جدا لكن محدش بيصدقه وبيتصدم بنزين لما بيشوف المكينة اللي هيسفلت بها الطريق وبيعرفوا الدكو إنه هيبدأ من أول القرية لحد آخر الطريق وبمجرد ما بيفك بنزين الكلابش بيطلع يجري بسرعة ويهرب لكنه بيتفجئ إن البنزين بتاعه بيخلص منه وبيلاقي إن سالي والشرطة مستنيينه وبتقول إنه هم فضوا تانك البنزين بتاعه هو نايم علشان كانوا متأكدين إنه هيحاول يهرب وبعدها بيربطوه في المكينة اللي هيسفلت بها الطريق وبيبقى متضايق جدا وبيحاول يشرح لهم إنه عربية سباق مشهورة جدا لكن محدش بيصدقه وبيتصدم بنزين لما بيسمع في الراديو إن تاكس وصل لكاليفورنيا وبدأ يتدرب في الحلبة مع شركة موتوركو فبيتضايق جدا علشان لو ما وصلش لهناك وكسب السباق مش هيرف يشتغل مع شركة موتوركو وبيأكد علاماته منه هيمشي أول لما يخلص الطريق ده وبيسحب المكينة بكوة وبسرعة وبيخلص الطريق كله في وقت قصير جدا وبيتصدم أهل الكارية وبيزعى قوله لما بيشوفوا الطريق لإنه بيبقى كده بوزوا أكتر وبييجي لدوكو بيقوله إنه هيكسر كل اللي عمله ويرجع يسفلت الطريق من أول وجديد فبيتضايق بنزين وبيقوله إنه سيارة سباق مش عربية قديمة زيهم وساعتها الدوك بيتحدى وبيقوله إنهم هيعملوا سباق ما بينهم هما الاتنين لو هو كسب هيسيب ويمشي لكن لو خسر مش هيمشي غير لما يسفلت الطريق ويرجعه زي مكان فبيتريع عليه بنزين لإنه عربية عجوزة وبيوافق على كلامه وفعلا بيعملوا السباق وبمجرد ما بيبدأ السباق بيجري بنزين بسرعة كبيرة على عكس دوك اللي بيفضل مكانه وما بيتحركش وبيطلب من ماطم ييجي معاه لإنه محتاج له أما بنزين فبيجري بسرعة ولما بيجي يلف على الطراب بيفقد السيطرة وبيخرج من الحلبة وبيقع في الصبار وبييجي دوك ومعاه ماطم وبيتريع عليه وبيخلي ماطم يسحبه بالخطاف لإنه كده بيبقى خسر السباق وبيكمل بنزين تكسير الطريق وهو متضايق بسبب اللي حصل وإن الدوك التريع عليه وتاني يوم الصبح بيتفاجئ أهل الكرية لما بيشوفوا الطريق الجديد اللي بنزين سفلته وبيبقى بنزين ساعتها في الحلبة وبيحاول يلف الملف اللي خسره في السباق اللي عمله مع دوك وبيروح له الدوك وبينزحه إنه يفارمل بالأربع عجلات وهو بيلف على الطراب وبيعرفه إنه لو لف يمين وهو انفارمل هيروح شمال ولو لف شمال هيروح يمين فبيتريع عليه بنزين وبيقوله إن ده مستحيل أصلاً يحصل وبيسيبه يمشي ولما بييجي بنزين يجرب كلام الدوك بيتصدم إنه لما لف يمين فعلاً بيروح شمال وبيقع في السبار تامي وبيروح الشرطي وبيعرفه إنه مش هيقدر يهرب لإن البنزين اللي في التنك بتاعه قليل ومش هيوصله للطريق السريع وبيظهر بنزينه هو مصدوم إنه كلام الدوك طلع صح وبتظهر سالي اللي بتطلب من عربية المطاف تنظف بنزين من السبار والتراب اللي علي وبتشكره علشان رصف لهم الطريق بشكل كويس وبتعزمه يباد في الفندق بتاعهم فبيوفق بنزين وبيشكرها لإنها لطيفة معاه وبعد ما سالي بتمشي بيروح ماطم لبنزين وبيعرفه إنه هو المسؤول عن حراسته النهاردة وبيقوله إنهم ممكن يعملوا حاجة تسليهم طول الليل وبيروحوا هما الاتنين لمزرعة الجرارات وبيقرب ماطم من جرار وبيزمر وبيخد الجرار وبيتقلب على ظهره ولما الدور بييجي على بنزين بيعمل صوت عالي جداً وبيخد كل الجرارات وبيقلبهم كلهم وبيفضل هو وماطم يتحكوا على اللي حصل لحد لما بيطر جرار كبير وبيطردهم وبيجري ماطم وبنزين منه بسرعة وقبل ما بيوصل لهم الجرار بيخرجوا من المزرعة بسرعة وبيرجعوا تاني للكرية وفي الطريق بيقول ماطم لبنزين إنه هو أحسن واحد بيسوق بدهره وبيجري ماطم وبيلف في الكرية وهو سيق بدهره من غير ما يخبط في أي حاجة وبيرجع تاني لبنزين اللي بيبقى منباهر بيه وبيقوله إنه لو كسب استباقها ترعى شركة مطركن مشهورة اللي عندهم طيارات هليكوبتر وعربيات كتيرة جداً فبينبهر ماطم وبيطلب منه إنه لو كسب استباق يبقى يركبه طيارة هليكوبتر وبيعرفه ماطم إنه هو بقى أعز صديق ليه وبيسيبه وبيمشي وبيكرر بنزين إنه يحقق حلم ماطم ويركبه طيارة وبيفرح لإنه أخيراً بقى عنده صديق وبيروح بنزين للفندق اللي هيباد فيه وهناك بيقابل سيل اللي بيترحب به وبتقوله إنها سمعته هو بيكلم ماطم عن الطيارات الهليكوبتر وبتسأله إذا كان قد كلامه وهيخليه يركب الطيارة ولا هينساهم بمجرد ما هيخرج من القرية فبيقول لها بنزين إنه لو كسب السباق أكيد هيحقق له حلمه وإنه مش هينساهم وبيشكرها على استضافتها ليه في الفندق وبيسيبها علشان ينام وتاني يوم الصبح بيروح بنزين للشرطي علشان يحط له بنزين لأنه عايز يتمرن على السباق لكنه بيلقي الشرطي في الصيانة فبيستناه بنزين بره لحد لما يخلص وبالصدفة وهو ماشي بيدخل الجراش بتاع الدوك وبيتصدم لما بيلاقي فيه كاس البستون مرمي زي الخردة ولما بيبص في الجورنال المتعلق بيلاقي صورة للدوك المشهور وبيتفاجئ لما بيعرف إن الدوك أخد كاس البستون 3 مرات قبل كده وبييجي دوك وبيخرج بنزين من الجراش وبيقول إنه ممنوع أي حد يدخل هنا فبيترجى بنزين إنه يعلمه إزاي يبقى متسابق موهوب زيه لإنه بيبقى من أكتر العربيات اللي كسبت بطولات في تاريخ السبقات لكن الدوك بيرفض وبيقوله إن الكاسات دي بالنسبة له مجرد كبيات فضية وبيدخل الجراش ويروح بنزين لأهل الكرية وبيقوله إن الدوك كان متسابق مشهور وأخد كاس البستون 3 مرات وبيفضل أهل الكرية يتحقوا عليه ومحدش بيصدقوا وبتيجي سالي وبتطلب من بنزين ييجي معايها علشان تفرجوا على المكان فبيروح بنزين وراها وبيفضلوا يجروا ورا بعض وهم مبسوصين وبيعدوا من تحت الشلال لحد لما بيوصلوا الفندق مهجور وبتحكي له سالي عن المكان وبتعرفوا إن الفندق ده بتاعها وإن في وقت من الأوقات كانت العربيات بتجيلوا من كل مكان لحد لما عملوا الطريق السريع ومن وقتها ما حدش بييجي عندهم ولا حتى بيعدي على القرية بتاعتهم فبيستغرب بنزين إن العربيات باقت بتمشي من على الطريق السريع وصيبين الطريق القديم فبتقول له سالي إن زمان ما كانش الهدف من الطريق اختصار الوقت ولكن كان الاستمتاع بالوقت فبيشكرها بنزين على الفصحة دي وبيقول لها إن أكيد هيجي يوم والمكان ده هيرجع زي الأول ولما بيروح بنزين علشان يتمرن على السباق بيلاقي الدوك في الحلبة وبيتفرج عليه هو بيجري بسرعة وتحكم رهيب وبينبهر بنزين جدا بأداءه على الطراب وبيروح يقول له إنه مندهش بيه وإنه مالوش مسيل فبيسيبوا الدوك وبيمشي لكن بنزين بيروح وراء الجراش وبيسألوا هو ليه ما بقاش يدخل البطلات واعتزل السباقات فبيوريه له الدوك صورة على الجرنان وبيقوله إنه ما اعتزلش وإنه عمل حدثة في الحلبة وساعاتها استغنوا عنه وبدلوا بعربية تانية وده علشان عربيات السباق بتبقى أنانية وما بيفكرواش غير في نفسهم فبيحاول بنزين يشرح له إنه هو مختلف عن باقي عربيات السباق فبيقوله الدوك إنه أكيد زيهم وبيسألوا عن آخر مرة هتم فيها بحد تاني غير نفسه وبيطلب منه يسافلت الطريق ويمشي وفي تاني يوم الصبح بيخلص بنزين الطريق كله وبيقول للعربيات التانية من أهل الكارية إنه مش هيمشي غير لما يغير الكويتش بتاعه وبيغير الكويتش وبيحطوا وقودوا عضوي وبيلزأ استيكر وبيغير شكله تماماً وبتتفاجئ بيسالي وبتقوله إنه ساعد كل واحد في الكارية وبتفرح فعلاً لما بتعرف إنه كمان صلح الكهرباء والإضاءة بتاعت الكارية كلها وبتمشي العربيات على الطريق الجديد وهما بيرقصوا على الموسيقى ومبسوطين من الإضاءة وفاجأة بيشوفوا عربيات كتير جداً جايين عليهم وطيرات هليكوبتر وبيطلعوا إنهم صحفيين وبيحصروا بنزين وبيصوروا وبيسألوا عن اللي حصل وبييجي جاز وبيعتذر لبنزين علشان ضيعوا وبيطلب منه يركب العربية علشان يلحق السباق وبيكلموا مدير أعماله في التليفون وبيقولوا إن العالم كله مستني لحظة رجوع الكاليفورنيا علشان السباق فبيروح بنزين علشان يودع سالي اللي بتشكره على كل حاجة عملها علشانهم وبتطلب منه يمشي علشان يلحق السباق وفعلاً بيركب بنزين المقطورة اللي بيصحبها جازه وبيمشي هو وكل الصحفيين وبتروح مزيعة للدوكو بتشكره علشان هو اللي بلغهم مكان بنزين وبيتضيق ماطم علشان ملحيش يودعه وبيوصل بنزين للحلبة وبيبدأ السباق ما بين الكانجو تاكس وبنزين اللي بيبقى في المركز الأخير وبيفقد بنزين السيطرة وبيخرج من الحلبة وده لأنه مش قادر يركز في السباق لكن فجأة بيجي لدوكو معاه ماطم وأهل الكرية وبيشجعه وبيقول لدوكو إنه لو بيعرف يسوق زي ما بيعرف يسفلة الطريقة هيكسب السباق بكل سهولة وبيرجع بنزين للحلبة وبيجري بسرعة وبينفذ كل تعليمات لدوكو اللي بيكلمه في السماعة وبيقوله إنه لازم يجري بسرعة علشان الكانجو تاكس سبقينه بلفة كاملة وفجأة الكاميرات بتيجي على الدوكو وتتعرض صورته على كل الشاشات وبيفرح الجمهور وبيهتفه باسم الدوك وإنه أعظم عربية سباق في الجيل القديم وبترجع لبنزين اللي بيجري بسرعة وبيعدي من الكانجو تاكس بمنتهى السهولة وبيحاول يعوض اللفة لنقصاله وبعد لفات كتير بيقدر بنزين يقرب من الكانجو تاكس وقبل ما بيعدي تاكس بيخبطه وبيخليه يفقد استيطارة لكن بنزين بيقدر يسوق بدهره بسرعة زي مماطم كان معلمه وبيعدي منه وبيقرب من الكانج وبيبقى المركز التاني لكن بيخبطه تاكس تاني وبيفرقه عليه الكويتش وساعتها لدوك بيطلب منه يعدي على مركز السيونة وبمجرد ما بنزين بيوصل بييجو أهل الكرية وبيغيروله الكويتشات بسرعة رهيبة جدا بتبهر كل الجمهور وبيجري بنزين بسرعة وبيرجع للحلبة وبيقرب من الكانج وبيكلمه دوك وبيعرفه نفاض اللفة واحدة على خط النهاية وعلشان يكسب السباق لازم ياخد الأربع ملفات على الداية وأكيد هيبقى المركز الأول فبيجري بنزين بسرعة وبيعدي من تاكس اللي بيحاول يخبطه وبينجح في ده فعلا وبيخليه يفقد السيطرة وقبل ما يفقد توازنه ويتقلب بالكامل بيفرمل بنزين على التراب زي ما الدوك كان بيعمل وبيستعيد السيطرة مرة تانية وبيرجع للحلبة وبيبقى المركز الأول وساعتها تاكس بيخبط الكنج وبيخليه يفقد السيطرة وبيطيره وبيتدمر ولما بنزين بيشوف اللي حصل بيفتكر المشهد بتاع الدوك وبيفرمل على آخر لحظة قبل ما يوصل لخط النهاية وبيعدي تاكس الخط وبيكسب السباق وبيرجع بنزين للكينج وبيزوقه وبيقوله أنه لازم يكمل آخر سباق ليه مهما حصل فبيقوله الكنج أنه كده خسر كاس البستون فبيرد عليه بنزين وبيقوله أن في حد قبل كده قاله نلكاس ده مجرد كوباية فاضية وبيعدي بنزين بيخط النهاية وبيهتف الجمهور باسم بنزين وبيشجعه على اللي هو عمله وبيروح مدير شركة موتوركو البنزين وبيهني على شجعته وبيطلب منه يكون الواجه الجديد للشركة فبيشكره بنزين وبيقوله أنه هو هيفضل مع شركة موزيل الصدى لأنهم هم اللي عملوا منه متسابق وبيرجع بنزين لنبع الريداتير وبيقابل سالي وبيحققه منية ماطم وبيركبه طيارة هليكوبتر اللي كان بيحلم بيها فيلمنا النهاردة بيبدأ بمركب في نص البحر وعلى المركب دي بنشوف العميل السري فان اللي بيبقى في مهمة رسمية وبتظهر سفينة حربية وبتبنع المركب من دخول المنطقة وإلا هتهجمها فبيمشي المركب وبيسيب فان اللي بيبقى متعلق في السفينة من غير محد يشوفه وبتوصل السفينة الحربية لمكان كبير لحقول بترول ووقتها فان بيستخدم الخطاف وبيتعلق في الجدار وبيمشي عليه وبيطلع فوق محطة البترول وبيشوف البروفيسور صنع الأسلحة وهو بيتكلم عن الكاميرا اللي صنعها وبيسمعه وبيقول لواحد من العصابة ان الكاميرا دي خطيرة جدا ومهمة وبيفضل فان يصور الكاميرا وكل اللي بيحصل وبيقرب أكتر منه علشان يسمعهما بيتكلموا عن ايه لكن البروفيسور بيشوفه وبيطلب من العربيات انهم يمسكوه وساعتها فان بيتعلق في الخطاف وبيجري منهم وبيحاول يهرب وبيخرج زيت من الكشفات وبيوقع العربيات اللي بتجري وراه لكن العربيات اللي بتطرده بتبقى كثير جدا فبيستخدم الرشاش بتاعه وبيوقع براميل البترول عليهم وبيفرقعها باستخدام القنابل اللي بتدمر المكان وبيجري فان بسرعة وبينطف المحيط وبيتحول لمركب علشان يهرب لكن بتفضل السفن الحربية اطرده وبتضرب علي ناره وبتقدر تفجره ولكن فين بيبقى لسه عيش وكمان بيتحول لغواصة وبيخرج الاربع كويتشات بتوع علشان يقنعهم انه خلاص غرق ومات وبنروح بعدها الماطم اللي بيستخدم الخطاف بتاعه وبيسحب عربية بايزة علشان يوديها للسيانة وبنعرف من كلام العربية البيزة ان بنزين كسب كاس البستون تلت مرات وبيفرح ماطم وبيجري على القرية لما بيعرف ان بنزين رجع من السباق الاخير وبيروح يسلم عليه وبيبقى فرحان جدا علشان شافه فبياخدوا بنزين وبيروح للمتحف بتاع الدك اللي بيبقى موجود في القرية بتاعتهم وبيوري له كاس البستون اللي تغير اسمه سموه على اسم الدك وبيقول له ماطم ان لو الدك كان لسه عايش كان هيبقى فخور قوي وبعدها بياخد ماطم بنزين وبيروحوا العربية تنقل كبيرة وبيزمروا وبيخدوها فبتتقلب العربية على ظهرها وبيتحكوا وبيكونوا مبسوطين وبالليل بيروح بنزين يتعشى مع سالي في الفندق بتاعها اللي رجع يشتغل تاني ورجعت العربيات تيجيله من كل مكان زي الزمان ووقتها بيبقى ماطم جوه الفندق وبيسمع في الأخبار قصة العربية جيربوكس اللي كان في الرحلة حول العالم وفي الرحلة دي بيكتشف وقود مستخلص من مواد طبيعية غير مدرة للبيئة ومن ساعتها وهو مكرس كل حياته علشان يثبت قوة الوقود الجديد وبيعمل سباق بيبقى فيه كل المتسابقين المشهورين وبيقول جيربوكس للمزيع ان البنزين غالي جدا على عكس الوقود الجديد وبيعرفوا ان في السباق بتاعه كل المتسابقين هيستخدموا الوقود بتاعه وبيتصل بيهم فرانسيسكو اللي بيبقى مشارك في سباق الوقود الجديد وبيتريع على بنزين عشان مش مشارك في السباق وبيقول للمزيع ان هو أسرع من بنزين بكتير فبيكلمه ماطم في التليفون وبيقوله ان بنزين أحسن سيارة سباق في العالم وأكيد هيكسبه بسهولة فبيتري يا فرانسيسكو عليه وبيقول إن بنزين خايف يشارك في السباق ده لأنه أكيد هيخسر وبيدخل بنزين وسالي الفندق وبيشوفه ماطم وهو بيكلم فرانسيسكو فبياخد التليفون منه وبيكلم فرانسيسكو اللي بيستفزه وبيعصبه وبيقوله بنزين إنه هيشارك في السباق ده علشان هو أسرع منه بكتير وأكيد هيكسبه بكل سهولة فبيفرح جير بوكس والمذيع وكل أهل القرية لأن بنزين هيشارك في السباق ده وبتطلب سالي من بنزين إنه ياخد ماطم معاه لأنه مخرجش من القرية قبل كده فبيفرح ماطم لأنه أخيراً هيروح مع بنزين سباق من سباقاته وبيغير بنزين شكله وبيستعد للسباق وبيركب الطيارة مع ماطم وعربيات تاني علشان يسفروا لتوكيو ولما بيوصلوا بيبقى ماطم سعيد جداً ومنبهر بالمدينة وجمالها وبعد كده بيروحوا المكان الحفلة اللي بتتجمع فيها كل سيارات السباق وبيطلب بنزين من ماطم إنه يتصرف كويس علشان دلوقتي هو مش في نبع الريداتير لكن ماطم ما بيفهمش هو يقصد إيه وبيتصرف على طبيعته وبيروح يتكلم مع فرانسيسكو اللي بيتريق على بنزين وبيرحب جير بوكس بكل الجمهور وبيشكر المتسابقين اللي شاركوا في السباق بتاعه وفي الحفلة بنشوف فانو اللي بيقابل هالي اللي بنعرف إنه هي كمان عميلة سرية وبيركبوا الأسانسير وبيطلعوا الفوق وبتقول هالي الفان إنهم لسه ما يعرفوش الكاميرا اللي هو صورها بتعمل إيه وبتعرفوا إن الأقمار الصناعية اكتشفت إن محطة البترول اللي هو كان فيها موجود تحتها أكبر مخزن بترول في العالم وبتقوله كمان إنهم هيقابلوا عميل سري في الحفلة قدر يصور العربية المسؤولة عن إدارة حكول البترول وبنروح لماطم اللي بيبقى بيتمشى في المكان وبيجرب الأكل الياباني في الوقت ده بيبقى جير بوكس بيرحب ببنزين وبيشكره لإنه هيشارك في السباق وفاجأة بيجي ماطم وهو بيصرخ وبيشرب من المياه لإن السوشي كان حرق جدا عليه وبينصح كل اللي في الحفلة إنه ما يكلوش منه فبيضحك عليه فرانسيسكو وكل المتسابقين وبيبقى بنزين متضايق من تصرفات ماطم اللي بيصرب زيت من غير ما يحس وده بيبقى معنى إنه عربية قديمة وكمان ضيزة فبيطلب منه بنزين إنه يروح يعمل سيانة وبيعتذر للجير بوكس عن اللي حصله وبيروح ماطم للحمام اللي بيبقى كل معداته متطورة وبيستغرب لإن دي أول مرة ليه بره نبع الريداتير وبيدخل عربية قديمة للحمام وبتغير شكلها وبيطلع إنه هو العميل السري اللي مع السور وبيبعت إشارة الهولي اللي بتعرف مكانه وبتروح علشان تقابله وفاجأة بيدخل عربيتين من العصابة للحمام وبيهجموا العميل السري وبيضربوا وقبل ما يقتلوه بيخرج ماطم من الحمام وبيعطلهم وبينصحهم ما يدخلوش الحمام ده فبيستغل العميل السري الفرصة وبيزرع في ظهر ماطم جهاز التعاقب اللي موجودة على السور وبيخرج ماطم من الحمام وبيقابل هولي اللي بتفتكر إنه هو العميل السري وبتروح تسأله عن كلمة السر والمفاجأة إن ماطم بيبقى عارف الإجابة فبتتأكد هولي إن ماطم هو العميل السري وبتتفق مع إنهم يتقابلوا بكرة في حالة بتستباق وبيبقى ماطم فاكر إنه هولي معجبة بي مش أكتر أما العميل السري بتبقى العصابة مسكته وحطط له الوقود الجديد وبييجي البروفيسور وبيقول إن الوقود ده لما بيتعرض لأشعة كهرومغناطسية بينفجر وبيوريله الكاميرا اللي هو اختراها واللي بتخرج أشعة كهرومغناطسية وبيوريله كل صور العربيات اللي موجودة في الحفلة وبيعرف من العميل إن ماطم هو اللي مع الجهاز اللي على الصور فبيشغلوا الكاميرا على أعلى مستوى من الإشعاع وبيفجروه وبنروح للمعلقين اللي بيعرفونا على مراحل السباق واللي هيتكون من ثلاث جولات وكل جولة هتبقى في حلب غير التانية الأولى هتبقى في اليابان والتانية في إيطاليا والتالتة في بريطانيا وبيبدأ السباق بين كل المتسابقين اللي بينطلقوا بأقصى سرعة وبنشوف فرانسيسكو وبنزينو هما بيعدوا المتسابقين وبيبقوا في المراكز الأولى وبنروح لفان وغول اللي بيبقوا مستغربين وجود ماطن في محطة السيانة وبنرجع للسباق وبنشوف بنزينو وهو بيجري بسرعة لشان يعدي من فرانسيسكو اللي بيبقى في المركز الأول وبيقول ماطن في السماعة يخرج من الطريق ويفرمل على التراب وفعلاً بنزين بيعمل كده وبيفرمل على التراب وبيعدي من فرانسيسكو وبيبقى في المركز الأول وبيوصل المتسابقين للأسفلت وبيجري فرانسيسكو بسرعة لشان يحصل بنزين وبنشوف اتنين من افراد العصابة وهما بيشغلوا الكاميرا اللي بتخرج شعاع وبتفجر المتسابقين وبالصدفة بيشوفوا ماطم في محطة الصيانة فبيروح علشان يقتلوه وساعتها بيجي انظار لهالي ان في عربيات كتيرة متجهة ناحية ماطم فبيطلب فين منها تكلمه وتخرجه من المحطة وبيروح فين علشان ينقذوا فجأة ماطم بيسمع صوت هالي وهي بتكلمه في السماعة وبتطلب منه يخرج من المحطة وبيسألها ماطم يخرج من اني طريق علشان يروح يقابلها في الوقت ده بيبقى بنزين في المركز الاول وبيفهم ان ماطم بيكلمه وبيخرج من الطريق زي ما بيقوله فبيستغل فرانسيسكو الفرصة وبيعدي من بنزين وبيبقى المركز الاول وبيخرج ماطم من محطة الصيانة علشان يروح يقابل هالي اللي بتبقى بتكلمه في السماعة عن العصابة وهو ما بيبقاش فهم اي حاجة وبيستخدم فن الرشاش وبيضرب العربيات وبيقدر يهزمهم وبيهرب وبنرجع لبنزين اللي بيبقى بيجري بسرعة وبيحاول يعدي من فرانسيسكو لكن بيوصلوا الخط النهاية وبيفوس فرانسيسكو وبيبقى بنزين المركز التاني اما ماطم بتقول له هولي انها هتقابلوا بعدين علشان العصابة عرفت مكانها وبيروح بنزين لماطم وبيسأله هو ليه كان بيزعه وهو بيكلمه وبيشرح له ماطم انه هو كان بيكلم صاحبته هولي اللي معجبه بيه وما كانش بيكلمه هو اساسا وبيمشي فبيزع الماطم وبيكرر يرجع للكرية وبيتكلم المعلقين عن اللي حصل في السباق وبيقولوا انه فيه ثلاث متسابقين المطور بتاعهم ولع وان السبب في ده ممكن يكون هو الوقت الجديد وبنروح لماطم اللي بيبقى حزين جدا وهو في المطار لانه السبب في خسارة بنزين وبييجي فان وهو متنكر في شكل عربية بوليس وبيطلب من ماطم يجي معي وبيغير شكله وبيعرفوا انه هو العميل فان من المخابرات البريطانية وهما بيتكلموا بيشوفهم عربيات من العصابة وبيطردوهم ففان بيسحب ماطم وبينطوا من الشباك وبيجروا بسرعة علشان يهربوا من العصابة وبيلف فان وبيخرج عربية صغيرة وبيخليها تقلب واحد من العصابة وبيضرب صاروخ وبيفجر الصاروخ اللي جاي عليهم وبتيجي الطيارة اللي هيركبوها وبتبقى هولي موجودة فيها وبيسحب فان ماطم وبيدخلوا الطيارة اللي بتاخدهم وبتطير على آخر لحظة وفي الوقت ده بيبقى بنزين بيقرى الرسالة اللي ماطم سبها له وهو بيعتذر له عن اللي حصل وبيعرفه ان هو رجع لنبع الريداتير فبيتضيق بنزين من نفسه علشان زعق لماطم وفي الطيارة بتاخد هولي الجهاز اللي كان مزروع في ماطم وبيشوفه عليه صور العربية اللي مسؤول عن حقول البترول لكن الصورة ما بيبقاش باين فيها اي تفاصيل وما بيعرفوش مين هو زعيم العصابة فبيشرح لهم ماطم الصورة بيقولهم ان دي اوحش عربية في العالم وبيعرفهم ان اكيد صاحب المطور ده مبسوط لانه لسه مركب قطع غير اصلية فبيفرح فنو بيقولهم ان هو عارف الشخص اللي بيبيع قطع الغير دي وبيطلب من الطيار يوديهم لباريس ولما بيوصلوا لهناك بيروح يقبلوا العربية اللي بتبيع قطع الغير الاصلية وبتوريله هولي سوري تلمطور اذا كان يعرف العربية صاحبة المطور ده فبيقولهم ان هو لسه بيع قطع الغير اللي في الصورة دي العربيات القديمة عندهم اجتماع في إيطاليا فبيكرر يروحوا لإيطاليا لأن زعيم العصابة كده أكيد هيكون هناك وكمان لأن ده ما كان الجولة التانية من السباق وفي القطر اللي هيوديهم لإيطاليا بيراجعوا كل صور العربيات القديمة اللي من ضمنهم بيكون في وينش شبه ماطم وبتيجي فكرة الهولي وهي إنها دغير شكل ماطم زي الوينش اللي في الصورة وده علشان يقدر يحضر الاجتماع ويعرفوا خطة العصابة وكمان يعرفوا الزعيم بتاعهم وبتركب له هولي الجهزة اللي بيغير شكله بيخليه شكل الوينش اللي في الصورة وبيقول فان لماطم إنه هو هيزوده بالأسلحة علشان يقدر يتصرف لو تحط في أي مشكلة وبنرجع لبنزين اللي بيوصل هو وأصدقائه لإيطاليا وبيروحوا عند أهل المساعد بتاعه اللي بيفرحوا جداً لما بيشفوهم وبيروح عم المساعد بتاع بنزين ليه وبيسأله عن سبب حزنه فبيحكي له بنزين اللي حصل مع أعزة أصدقائه ماطم فبيرد عليه عمه وبيقوله إن الخناء مش مشكلة لإنه بيحصل مع كل العربيات لكن الأهم إنهم يتصلحوا بسرعة لإن كل من الوقت بيعدي الموضوع بيبقى أصعب وبيعرفوا إن الصداقة أهم من الخناء والمشاكل وإن اللي عنده صديق أحسن من اللي عنده كنز وبنروح للمعلقين اللي بيعرفون على السباق والحلبة وكمان بيتكلموا عن جير بوكس اللي بيأكد إن الوقود بتاعه الجديد آمن وما فيهوش أي مشاكل وبنشوف فرانسيسكو هو بيستفز بنزين اللي بيبقى مفتقد صديقه ماطم جدا وبيبدأ السباق وبتنطلق كل العربيات بأقصى سرعة وبنرجع لهلي اللي بتروح للوينش اللي من العصابة وبتطلب من المساعدة لإن في عربية عطلانة في وسط الطريق وبيتنكر ماطم في شكل الوينش وبيروح يقف مع أفراد العصابة وكمان بيسحب واحد منهم بالخطاف وبيدخل العميل السري وبيجي البروفيسور وبيعرف العربيات إن الزعيم مش هيقدر يحضر الاجتماع وبيكلمهم الزعيم من التلفزيون واللي ما بيبقاش باين منه حاجة غير المطور وبيقولهم إنه هو عنده عطل ومش هيقدر ييجي وبيعرفهم إن النهاردة هينطكموا من كل العربيات اللي دايماً بيتطريقوا عليهم لأنهم عربيات قديمة وكمان إنهم بطلوا يصنعوا قطع لغيرات بتاعتهم وبيوريهم صور المتسابقين وهما بينفجروا بسبب الوقود الجديد وفي الوقت ده هولي بتعرف مكان الكاميرا اللي بتخرج الأشعة الجاهرومغناطيسية اللي بتخلي العربيات تنفجر وبيتحرك فين وبيجري بسرعة وبينط على أسطح البيوت علشان يروح يدمر الكاميرا وبيقدر يوصل للمكان وقبل ما يدمرها بيطلع الندفخ وبيتسحب بالمغناطيس اللي بيثبته في مكانه وبنرجع للاجتماع وبنسمع زعيم العصابة هو بيقول إن كل العربيات هتكره وجودهم الجديد لأنه خطر وبينفجر بالمتسابقين وده هيخليهم يرجعوا يستخدموا البنزين تاني وبكده هم هيتحكموا في كل حاجة لأنهم أصحاب أكبر بنزين في العالم وبيستخدموا الكاميرا وبيخلوا معظم مواثير المتسابقين تنفجر وبيخبطوا في بعضه وبيدمروا كل حاجة أما بنزين فبيجري بسرعة وبيعدي من فرانسيسكو وبيوصل لخط النهاية وبيقدر يكسب السباق وبيتصدموا لما بيعرفوا اللي حصل للمتسابقين وإن محدش وصل لخط النهاية غيرهم هما الاتنين وبنشوف جار وهو بيقول للصحفيين أنه هو مش هيكبر المتسابقين يمونوا الوقود بتاعه في المرحلة الأخيرة أما هون اللي بتبقى بتحاول تنقص فن لكن أفراد العصابة بيحصروها وبيمسكوها هي كمان وبنروح لماطم اللي بيبقى مع أفراد العصابة وبيشوفوا بنزين في التلفزيون وهو بيقول إن مش هيمون الوقود الجديد في المرحلة الأخيرة وساعتها زعيم العصابة بيكلم البروفيسور في التلفون وبيقول له إن بنزين لازم يموت ولما ماطم بيسمع الكلام ده بيتخض وبيكسر الجهاز اللي بيغير شكله وبيرجعه لطبيعته وقبل ما العربيات تهجمه بيشغل الرشاش اللي فان كان مركبهوله وبيضربهم بالرصاص اللي بيدمر كل حاجة وبيخرج من البلكونة وبيفتح المنطاد اللي بياخده وبينط وبيستخدم ماطم الخطاف وبيمسك في مركب علشان يروح لبنزين ويحذره لكنه بيقع من المنطاد وبيجي أفراد العصابة وبيمسكوه وبيحبسوه في المقطورة وبينيموه بالغاز ولما بيفوق ماطم بيلاقي نفسه مربوط بحبي وبيجيله عربيتين من أفراد العصابة وبيقولوله إنه خلاص صديقه هينتهي أمره وبيشغلوا العصابة الكاميرا وبيجهزوها علشان يقتلوا بنزين وبنروح لبنزين اللي بيبقى في لندن مكان الجولة الأخيرة وبيقابل سالي وكل أهل الكرية واللي بيبقوا جمع علشان يدوروا على ماطم لإنه لسه مرجعش لنبع الريداتير وبيكرر بنزين إنه ينسحب من السباق ويروح يدور معاهم على صديقه لكن سالي بتقنعه بالعكس وبتطلب منه إنه يركز في السباق وهم أكيد هيوصلوا المكان ماطم وبيروح جار لبنزين وبيشكره لإنه هيمون من الوقت بتاعه وبيتمناله إنه يكسب السباق وبتبدأ الملكة إذا بال السباق وبينطلق كل المتسابقين بأقصى سرعة وبيبقى بنزين في المقدمة وورا فرانسيسكو في المركز التاني وبيظهر كل أفراد العصابة بيشغلوا الكاميرا على أعلى مستوى من الإشعاع وبيوجهوها على بنزين لكن ما بيحصلوش أي حاجة ولا بينفجر وساعتها البروفيسور بيكلمهم وبيقولهم يستخدموا الخطة البديلة فبتسيب العربيات ماطم يمشي وبيطلب فن من ماطم يروح يحذر بنزين من أفراد العصابة وإنهم هو وهولي هيقدر ينقذوا نفسهم وفعلاً بيخرج ماطم وبيروح علشان يحذر بنزين وبتقدر هولي تستخدم الأسلاك وبتعكس توصيلة الكهرباء وبتخلي الساعة تلف العكس وبتتحرك الترس وبتقطع الحبل اللي بيبقى مربوط بيه فن وبتتحول هولي لطيارة علشان تلحق ماطم لكنها بتتفاجئ هي وفن لما بيعرفوا أن العصابة هي اللي ثابت ماطم يهرب وده بيبقى علشان زرعين جوه المطور بتاعه كنبلة وبمجرد ما هيوصل ماطم لبنزين هيخلوها تنفجر فبيخرجوا فن وهولي من الساعة وبيروح علشان يلحقوا ماطم في الوقت ده بيبقى ماطم وصل للحلبة ودخل لمركز السيانة علشان يحذر بنزين بس فن بيكلموا بيعرفوا أن فيه كنبلة مزروعة جوه المطور بتاعه وبيطلب منه فن أنه يخرج من الحلبة لكن بنزين بيوصل لمركز السيانة وبيفرح لما بيشوف ماطم وبيعتذر له عن اللي حصل لكن ماطم بيرجع بدهره وبيطلب منه يبعد عنه فبيجري بنزين وراه علشان يتأسف له وبيبقى علشان أنهم خارج نطاق التقطية وبيقرب بنزين من ماطم وبيتعلق في الخطاف بتاعه فبيشغل ماطم النفسات اللي بتخليه يجري بسرعة كبيرة وهو ساحب بنزين وبيخرجه من الحلبة وفي الوقت ده بيبقى فن بيطارد البروفيسور وبيمسكه بالخطاف لكن بتيجي سفينة وبتسحب البروفيسور وفن بالمغناطيس وساعاتها فن بيخرج القنابل اللي بتلزق في المغناطيس وبتخلي السفينة تنفجر وبتروح هولي الماطم وبتساعده بتقلب العربيات اللي كانت عاوزة تقتله وبيقف ماطم وبنزين اللي بيتصدم لما بيعرف أن فيه كنبلة مزروعة جوه المطور بتاعه وبييجي فنه معاه البروفيسور وبيطلب منه يعطل الكمبلة لكن البروفيسور بيقوله أنها بتقع ببصمة الصوت وأن محدش هيقدر يعطلها غير الزعيم وبيبدأ العد التنازلي للكنبلة اللي هتنفجر بعد أربع دقايق وبييجي أفراد العصابة وبيحصروا بنزين واللي معاه وقبل ما يقتلوهم بتيجي سالي وأهل الكورية وبيهجموهم وبتستغنم هولي جناحتها وبتخبط العربيات في بعض وبيطير فنه وبيربطهم بالخطفات وبيظهر أهل كورية نبع الريدتير وبيهجموا العصابة وبيقدر يهزموهم وبيحاول المساعد يخرع الكمبلة لكنه ما بيقدرش لأنها مربوطة بصواميل قديمة جدا وساعتها ماطم بيفهم كل حاجة وبيسحب بنزينه وبيجربيه وبيشغل النفسات وبيجري بسرعة وكمان بيستخدم المنطاد اللي بيرفعه الفوق وبيتير في الهوى وهو سحبه وبيروح للحلبة وبينزل لمكان الملكة إزابال والحراس بتوعها اللي بيحصروا لما بيعرفوا إن فيه كملة مزرعة فيه لكن ماطم بيشرح لهم اللي حصل وبيقولهم إن جير بوكس هو زعيم العصابة لأنه هو الوحيد اللي صر بالزيت لما كانوا في الحفلة وده علشان هو مغيرش المطور بتاعه زي ما قال وبيعرفهم إنهم لو فتحوا الكبوت بتاعه ويشوفوا نفس المطور اللي موجود في الصورة وبينكر جير بوكس الكلام وبيقوله إنه هو اللي اخترع الوقود الجديد وأكيد مش هيدمر صمعته فبيرد ماطم عليه وبيقوله إنه لما كان في الاجتماع سمعه وهم غير صوته وبيقول إنهم اكتشفوا حقل بترول كبير جدا وعلشان كده اخترع الوقود الجديد وعمل السباق وكان السبب في انفجر المتسابقين وده علشان العربيات تكره الوقود العضوي ويرجعوا للبنزين وساعتها هم هيحكموا العالم وقبل ما الكمبيلة تنفجر بثانية واحدة جير بوكس بيتكلم وبيطلب من الكمبيلة تتعطل وفعلاً الكمبيلة بتوقف عد وبيطلع إن كل كلام ماطم طلع صح وبتقبض الشرطة على جير بوكس لما بيشوفوا المطور وبيعرفوا إنه هو فعلاً زعيم العصابة وبتشكر الملكة إزابيل ماطم وبتهنيه على شجعته وبتشكر الملكة إزابيل ماطم وبتهنيه على شجعته وبتكرمه وبيرجع بنزين وكل أصدقائه النبع الريداتير من تاني وبيشرح فول تانك للبنزين إنه ما الفجرش لما الشعاع جاء عليه علشان هم غيروا الوقود الجديد بالوقود العضوي بتاعهم وبعد كده بيعملوا سباق في نبع الريداتير ما بين بنزين وفرانسيسكو وكل المتسابقين بيبقوا متحمسين وبيجري بنزين بسرعة وبيعدي من فرانسيسكو وبيفارمل كل المتسابقين على التراب زي ما الدكان بيعمل وبيوضع ماطم فان وهولي اللي بيدون نفسات هدية منهم لي وبيشكروه على كل حاجة عملها وإنه فعلاً كان السبب في إنقاص كل العربيات فيلمنا النهاردة بيبدأ في حلبة السباق وبنشوف بنزينه هو بيستعد لاستقبال سباق كاس البستون وبيجري في الحلبة وبيعدي من كاله وبيبقى في المركز الأول وبيشجعه ماطم وأهل القرية وبيعدي كاله من المتسابقين وبيوصل لخط النهاية وبيكسب السباق وبنعرف إن كاله وبنزين أصدقائه بيعملوا مألف في بعض باستمرار وبتستمر المنافسة الممتعة ما بين كاله وبنزين لفترة طويلة جداً وفي مرة كال يكسب السباق ومرة تانية بنزين يكسب وفي واحد من السباقات بيبقى بنزين في المركز الأول وكال في المركز التاني وقبل ما يوصلوا لخط النهاية بيظهر مدسابق جديد اسمه جاكسون ستور وبيعدي منهم هما الاتنين وبيكسب السباق وبعد ما السباق بيخلص بيروح بنزين لستورم وبيهني على الفوز لكن ستورم بيبقى شخص مغرور ومتكبر وبيقول لبنزين إنه هو كان مثله الأعلى بس في الماضي وبيسيبه يمشي وبنروح لتاكسل اللي بقى مزيع بعد ما اعتزله وبيبقى فرحان علشان بنزين خسر السباق وبيرحب بخبيرة السباقات واللي بتشرح قوته سرعة مهارة ستورم وده لإنه عربية من الجيل الجديد ومصنوع من أدوات متطورة جداً زي معظم العربيات الحديثة وبنروح للحلبة وبنعرف إن في ست عربيات من الجيل الجديد شاركه في كاس البستون وبيبدأ السباق وبتنطلق كل العربيات بأقصى سرعة وبنشوف بنزين وهو بيحاول يعدي من ستورم لكنه ما بيقدرش وده لإنه بيبقى سريع جداً وبيسبقه بكل سهولة وبيكسب ستورم السباق وبتعدي الأيام والسباقات وبيستمر ستورم في الفوز وده لإنه بيتمرن على المحاكي الجديد على عكس بنزين اللي بيبقى لسه بيتمرن على التراب زي زمان وبيتصدم بنزين وبيتداق لما بيعرف إن صديقه قال هيعتزل السباقات ولما بيروح يسأله على السبب بيقوله قال إن متركة عقدة مع مدسابق من الجيل الجديد وبكده هو ما بقاش هينفع يتسابق تاني وبيشكره قال على الذكريات اللي عاشوها سوا وبيودعه وبيمشي وبيتداق بنزين أكتر لما بيعرف إن كل المدسابقين الأدام اعتزلوا السباقات وما تبقاش غيره هو الوحيد من الجيل القديم وسط كل المتسابقين الجودات اللي سرعتهم بتبقى عالية جداً وبيبدأ السباق الأخير واللي بيبقى مكون من 500 لفة واللي هيكسب السباق ده هياخد كاس البستون وبيجري بنزين وبيعدي من العربيات بسرعة ومهارة زي زمان وبيروح ستورم وبنزين لمحطة السيونة علشان يغيروا الكويتش وبينطالك بنزين بسرعة وبيعدي من ستورم وبيرجع للحلبة وبيبقى المركز الأول لكن بيقدر ستورم بكل سهولة أن يقرب منه وبيقوله أن الأحسن ليه أنه يعتزل اللي عدوا منه لكن العجل بتاعه ما بيستحملش وبيفقد السيطرة وبيخبط في الجدار وبيخرج برا الحلبة وبيتدمر وبيحصل معاه زي اللي حصل مع متسابق قديم وبتعدي الأيام وبنروح لنبع الرداتير بعد أربع شهور من حدثة بنزين وبنشوف بنزين بعد ما تصلح وتعمل صيانة وبيتفرج بنزين على التلفزيون وبيشوف الدك زمان لما فقد السيطرة وتدمر ومن وقتها وهو معتزل السباقات وبتروح سالي البنزين وبتطمن عليه وبتشجعه وبتطلب منه يتدرب أكتر لكن بطرق جديدة ومتطورة وده علشان يرجع يتسابق زي زمان فبنزين بيرفض وبيقولها أنه هو خايف يفشل وساعاتها سالي بتقوله أنه ما يخافش من الفشل لأن الفشل أكتر حاجة بنتعلم منها النجاح وبتعرفه أنه لسه قدامه فرصة تانية علشان يثبت للعالم سرعته ومهرته فبيتحمس بنزين وبيكرر يرجع للسباق مرة تانية ويتدرب أكتر علشان يثبق ستور وبيروح بنزين يشكر أهل القرية لأنهم لسه مسندين وما تخلوش عنه وبيفرحوا كلهم لما بيعرفوا أن بنزين هيرجع تاني للسباقات وبيكلم مديرين شركة موزيل الصدا وبيقولهم أنه هو لازم يتدرب بطريقة حديثة علشان يقدر يثبق ستور فبيطلبوا منه يقابلهم بكرة الصبح علشان بيبقوا محضرين للمفاجأة ويستعد بنزين وبيرجع لونه الطبيعي وبيركب المقطورة مع المساعدين بتوعه وبتودعه سالي ومواطم وأهل القرية وبيمشي وبيوصل بيهم جاز لمكان شركة موزيل الصدا اللي بقت متطورة جدا وبيخرج بنزين من المقطورة وبيدخل الشركة وبينبهر لما بيشوف الرقم بتاعه على شكل تمثال كبير وبيقابل بنزين مديرين شركة موزيل الصدا واللي بيقولوله أنهم باعوا الشركة لشخصة غني جدا وده لأنهم مش هيقدر يوفروله الأجهزة الحديثة وبييجي ستيرلينج صاحب الشركة الجديد وبيرحب ببنزين لأنه من أشد المعجبين بيه وبيشكر بنزين مديرين الشركة الأدامة على اللي عملوه علشانه وبيودعوه بيمشو وبيستكشف بنزين المكان وبينبهر من كل الصور والاستقرات بتاعته اللي متعلقة على الجدار وبياخدوا ستيرلينج وبيخليه غير شكله وبيوريه للمركز اللي بيتدربه في المتسابقين وبينبهر بنزين لما بيشوف المحاكل للسيارات الحديثة بتتمرن عليه وبنشوف كروز المدربة المسؤولة عن المتسابقين واللي بترحب ببنزين وبتقوله إنها متشوكة جداً لتدريبه وبيبدأ بنزين يتدرب مع كروز واللي بيتمرنه بطريقة مختلفة وبتخليه يرقص وطبعاً بنزين بيبقى متضايق من التدريبات دي وبيسيبه علشان يروح يجرب المحاكي وبتنصحه كروز إنه ما يجربهش دلوقتي لأنه محتاجي تدرب عليه الأول لكن بنزين بيسر على قراره وبيشغل المحاكي وبيجري بأقصى سرعة عليه لكنه بيفقد السيطرة وبيغبط في الجدران وكمان الكويتش بتاعه بيتفك وبيتدمر المحاكي وبيروح يعتذر بنزين لستيرلينج اللي ما بيبقاش متضايق بسبب اللي حصل وبيوريه له كل المنتجات اللي مرسوم عليها ثوره وبيعرفه إنه مش هيشارك في السباق لأنه سرعته أقل من المطلوب وبيقوله إنه هيبقى علامة تجارية في العالم وإنهم بباع المنتجات دي هيقدروا يكسبوا فلوس كتير جداً لكن بنزين بيرفض وبيترجى يشارك بيه في السباق ولو بخسر هيبيع برضو كل المنتجات لكن لو كسب هيفضل يتسابق لحد ما يكرر يعتزل فبيوافق ستيرلينج على كلامه بشرط إن كروز تكون معاه وهو بيتدرب وتاني يوم بيبدأ بنزين يتدرب على الشاطئ وبيطلب من كروز تكون قريبة منه علشان ترايب سرعته وبينطلق بنزين بأقصى سرعة لكنه بيقف لما بيلاقي كروز مش قادرة تتحرك في الرمل وبيروح بنزين ينصحها وبيفضل طول اليوم يعلمها إزاي تمشي على الرمل وبعد محاولات كتير جداً بتقدر كروز تجري بسرعة لكن بنزين بتبقى سرعته لسه مش عالية كفاية وبيكرر يروح لحلبة السباق علشان يتدرب فيها وبالليل بيغير شكله علشان محدش يعرفه وبيدخل للحلبة هو وكروز لكن بيتصدموا لما المتسابقين بيدخلوا وبيعرفوا إن الحلبة دي لتصادم السيارات مش للسباقات وبيحاولوا كروز وبنزين يهربوا من العربيات اللي بتجري وراهم وباتطردهم علشان تدمرهم وبيساعد بنزين كروز علشان تقدر تهرب من العربيات اللي بتجري وراهم وبتيجي عربية من العربيات وبتجري بسرعة وبتحاول تخبط كروز لكن بنزين بيتدخل وبينقذها على آخر لحظة وساعتها الباص بيتعصب من بنزين وبيجري بسرعة علشان يروح يخبطه لكن بنزين بيقدر يدفدى وبيخليه تير في الهواء وبيخرج من الحلبة بسرعة وبتفوس كروز بالسباق علشان هي العربية الوحيدة اللي لسه بتتحرك وهي بتجري بتخبط في عربية وبتتقلب وبتخرج مية ولما بتيجي على بنزين بترجعوا لشكله الطبيعي فبيفرح كل الجمهور لما بيشوفوه وبيهتفوا باسمه وبينتشر الخبر في التلفزيون وبيتكلموا عن اللي حصل وبتبقى كروز فرحانة جداً لأن دي أول مرة تاخد جايزة في حياتها لكن بنزين بيزعق لها وبيلومها لأنها السبب في اللي حصل وبيقول لها أنه سرعته ما بتزدش لأنه طول الوقت بيحاول يهتم بيا هي وفجأة بيقع على الكيس بتاعها بالغلط وبيكسره فبتزع الكروز وبتتدايق جداً وبتخرج من المقتورة وبتقول لبنزين أن طول عمرها كانت بتحلم تكون متسابقة بسببه لكن عالتها حطمت محا وقالولها أنها مستحيل تكون متسابقة حقيقية مع أنها كانت أسرع عربية في المدينة وفضلت مستنئية فرصة واحدة تجيلها بس علشان تثبت أنها موهوبة لكن للأسف ده ما حصلش وفي النهاية اشتغلت مدربة للمتسابئين وبتعرفوا أنها ترجع لمركز السيونة وبتسيبه وبتمشي وبيظهر بنزين في المقتورة لما بيعرف أن ستورم حطم رقم قياس جديد بسرعة 210 ميل في الساعة وأن كده هو اللي هيكسب السباق بنسبة 95% وبيتاري ياتاكس على بنزين بسبب اللي عمله في حلبة التصادم وبتقول المزيع أن بنزين مستحيل يكسب السباق لأن سرعيته أقل من ستورم بكتير فبيتضيق بنزين وبيزعل وبيكلم صديقه ماطم وبيقوله أنه بيفكر يعتذر لأن سرعيته بتقل مش بتزيد ومش هيقدر يعمل حاجة وبيتمنى لو الدوك لست عايش لأنه أكيد كان هيساعده وبتيجي فكرة ماطم وبيقول لبنزين أن سموكي المدرب بتاع دوك ممكن يفيده فبيفرح بنزين وبيكرر يروح لسموكي علشان يدربه وبيرجع لكروز وبيديها الكاز بعد ما بيصلحه وبيعتذر لها عن اللي عمله وبيعرفها أنهم هيروحوا لسموكي المدرب بتاع دوك علشان يساعدهم وبيخدهم جاز وبيروحوا للكرية بتاعة الدوك وبيدخلوا جوه حلبة السباق اللي الدوك كان بيتمرن فيها وبيجري بنزين بسرعة وبيفرمل وبيلف على الطراب وبتقلدوا كروز وبتعمل زيه وفجأة بيفرمل بنزين وبيوقف لما بيشوف المدرب اللي بيرحب بهم في الحلبة وبياخدهم وبيروح للمتسابقين الأدام اللي بيرحبوا بنزين وكروز وبيحكي لهم سموكي وبيقولهم أن الدوك كان أسرع عربية في العالم لحد ما جيه متسابق أسرع منه ولما الدوك حاول يعدي منه المتسابق ده خبطه في الجدار لكن دوك نطف الهواء وعدى من عليه وكسب السباق فبيفرح بنزين جداً وبينبهر من اللي بيسمعه وبيقوله أنه لو خسر السباق حياته هتنتهي ومش هيبقى سعيد زي الدوك فبياخده سموكي وبيوريله الجراش واللي بيبقى مليان صور لبنزين وهو بيتدرب مع الدوك وبيقوله سموكي أن الدوك كان سعيد قوي لما كان متسابق لكنه كان أسعد لما كان بيدربه فبيفتكر بنزين زي كرياته مع الدوك لما كان بيدربه وأنه فعلاً كان سعيده مبسوط بتدريبه بعد كده بيبدأ سموكي يدرب بنزينه معي كروز في الحلبة القديمة وبيخليهم يجروا وسط الجرارات علشان يقدروا يعدوا من المتسابقين من غير ما يلمسوهم وبتعدي الأيام وبيتمرن بنزين وكروز أكتر ومستوهم بيبدأ يتحسن وبيبقى أفضل من الأول كمان وبالليل بيجروا في الغابة من غير أي إضاءة وهم مبسوطين وبيكرروا يعملوا سباق تجريبي ما بين بنزين وكروز وبيبدأ السباق وبيجري بنزين بأقصى سرعة علشان يسبق كروز وبيقرب منها وبيقدر يعديها لكن كروز بتجري بأقصى سرعتها وبتسبق بنزين وبتفوز بالسباق فبيزع البنزين لأنه بكده مش هيقدر يفوز على ستورب وبيشكر سموكي والمتسابقين الأدامة على مجهدهم وبيمشي علشان يروح سباق كاس البستون وفي الحلبة بنشوف المزيعة وهي بتأكد أن ستورم هو أسرع سيارة سباق في المتسابقين وأنه بنسبة كبيرة جدا هو اللي هيكسب السباق وبنرجع لبنزين اللي بيبقى وصل للحلبة وبيروح يشكر ماطم وسالي اللي جم علشان يشجعه وبتستعد العربيات للسباق وبيبقى بنزين في السباق وبيكلموا سموكي في السماعة وبيقولوا أن الدوك هيكون فخور بيه مهما كانت النتيجة وبيبدأ السباق وبتنطلق العربيات بأقصى سرعة لها وبيجري بنزين وبيعدي من المتسابقين بمهارة وبسرعة كبيرة زي ما كان بيتدرب وبيستمر بنزين في التقدم والتفوق على المتسابقين لفة بعد لفة وبيروح ستيرلينج لكروز وبيطلب منها ترجع لمركز التدريب علشان تجاهز المتسابقين ولما كروز بتطلب منه تتفرج على السباق بيرفض وبيقول لها أنها مدربة مش عربية سباق فبتمشي كروز وهي حزينة وبيسمع بنزين اللي حصل وبيفتكر كلامه مع كروز وزعلها علشان ما بقتش متسابقة زي ما كانت بتحلم وبيفتكر تدريباتها معايا وسرعتها على المحاكي وكمان فرملتها على التراب وفجأة بتخبط العربيات في بعضه وبيبقى صعب على المتسابقين إنهم يعدوا لكن بنزين بيجري وبيتفادى العربيات بسرعة ومهارة وبيعدي منهم وبيكلم كروز وبيطلب منها ترجع لحلبة السباق في أسرع وقت ولما بيروح بنزين للسيونة بيلاقي كروز مستنيين فبيطلب بنزين يركب لها كوتشات السباق وبيقول لها إن دي الفرصة علشان تثبتي إنك موهوبة وبيشجعها وكمان بيرسمولها رقم 95 بتاع بنزين وبتبقى كروز مصدوم ومش فاهمة إيه اللي بيحصل فبيقول لها بنزين إن دي فرصته الأخيرة وهو هيديها لها علشان تبقى أول فرصة لها فبتتحمس كروز وبتجري بسرعة وبتدخل للحلبة وبيقول الموزيع إنهم ما يقدروش يمنعوا كروز من دخول السباق لإنها رقم 95 وده معنا إنها بتكمل السباق مكان بنزين وبنروح لكروز اللي بتتوتر من شكل الحلبة والجمهور وبتبقى خايفة جدا لكن بنزين بيكلمها في السماعة وبيهديها وبيشجعها وبيفكرها بكل التدريبات اللي كانوا بيتدربوها مع بعض فبتتحمس كروز وبتجري بسرعة وبتعدي من المتسابقين وبتتخيل إن كل العربيات جرارات وبتعدي منهم زي ما بنزين بيقول لها وبتستمر كروز في التقدم وهي بتعدي من المتسابقين وبيفضل بنزين يكلمها في السماعة وينصحها علشان تعدي من العربيات وبتنفس كروز كل كلامه وبتعدي من المتسابقين وبتروح لمركز السيانة وبتغير الكويتش وبتنطلق بسرعة وبترجع للحلبة وبتعدي من العربيات بسرعة ومهارة زي ما بنزين كان بيعمل وبتفضل تجري بسرعة لحد ما بتبقى من العشر الأوائل وكمان بتوصل للمركز الثالث وساعتها ستورم بيهدي السرعة وبيرجع لكروز وبيستفزها وبيتريق عليها وبيقول لها أنها مستحيل تكسب السباق أو أنها تبقى متسابقة أصلاً وبيسيبها وبيمشي فبتحبط كروز من كلامه وبتبدأ سرعتها تقل وبيعدي منها المتسابقين بس بنزين بيشجعها وبيقول لها أن ستورم عمل كده علشان هو خايف منها لأنها سريعة وممكن تكسب السباق فبتتحمس كروز تاني وبتجري بسرعة أكبر وبتعدي من المتسابقين وبنروح لستورم اللي بيتفاجئ لما بيعرف أن كروز بقت وراء في المركز التاني وبتفضل كروز ماشية وراء ستورم وبتستفزه وبتقول له أن سرعته بطيئة وبيكلمها بنزين وبيقول لها أن دي آخر لفة وأنها لازم تكسب السباق ده فبتجري كروز بسرعة وبتحاول تعدي من ستورم اللي بيزنق عليها جامد علشان يخسرها وساعتها كروز بتنطف الهوى وبتعدي من على الجدار زي ما بنزين كان بيعمل وبتكسب السباق وبيندهش بنزين وكل الجمهور اللي بيهتفوا باسم كروز اللي بتبقى فرحونة جدا وبيفرح بنزين لما بيشوف صورته هو وكروز في المركز الأول لأنه هو اللي بيبقى مقيد في السباق وبيجي مدير شركة موتوركو وبيطلب من كروز أنها تبقى المتسابقة الجديدة بتاعته وبتعدي الأيام وبنشوف بنزين بعد مغير لونه وبقى زي الدوك وكمان بقى هو المدرب المسؤول عن كروز اللي بيبقى مبسوط بها جدا وبيفضل بنزين يسترجع ذكرياته مع لدوك هو وكروز بعد مساعدها في تحقيق حلمها الملخص ده بصوت هيدي مصطفى وكتب ومنتجه باسم أحمد وما تنسوش تعملولنا سبسكرايب على قناة موفي ستوري على اليوتيوب وبس كده سلام